اشتركوا في القناة احياء الاحتفالية رأس الصناعة الامازيغية يناير تنظم غرفة صناعة تقليدية والحرف بالتنسيق مع المركز النقافي الاسلامي هذه الاحتفالية والتي تضم مشاركة مايفوق العشرين حرفية ايضا تنظيم ورشات تكوينية في تخصص النسيج التمور صناعة مشتقات النخيل وايضا الفخار كذلك نضمنا على هامش هذا الاحتفالية ندوة خاصة ويمدراسي مفتوح يؤطره ساتذة من مديرية شؤون الدينية اما يحضره عديد المرشدات الدينيات وكل الحضور